في زمن الكوليرا أو وباء التاريخ الغابر لم يعد السؤال عن عدد الحالات المصابة مهما بالنسبة لمتعقبي وراصدي أرقام هذا المرض خصوصا بعد أن أصبحت الإحصاءات غير متوقفة عند حد معين بل وفي تزايد لم يشهد له العالم مثيلا من قبل فعلاوة على ما يعانيه اليمنيون من حرب وجوع وأزمات اقتصادية يأتي هذا الوباء أيضا ليكمل سلسلة المعاناة غير المنتهية منظمة الصحة العالمية أكدت أن الوباء انتشر في 11 محافظة يمنية بعد أن كان محصورا خلال الأيام الماضية في 5 محافظات فقط ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد تزايدت أيضا مع ذلك معدلات الحالات المشتبه بها لتصل إلى أكثر من 4000 حالة منها 86 حالة مؤكدة ومع كل ذلك ما تزال إمكانية تدارك الخطر ورفع مستوى النظام الصحي غير كافية لوقف انتشاره تفشت وعادت الكوليرا إذن وامتدت رقعتها وبات السؤال عن إمكانية إيقافها أو الحد من مخاطئها هو الأهم في خضم هذا التزايد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة